السفير اليوناني في البرازيل كرياكوس إيميريدس البالغ من العمر 59 عاما مفقود منذ الاثنين الموافق السادس والعشرين من الشهر الجاري الشرطة البرازيلية أصدرت الخميس مذكرة بحث عن السفير الذي شهد في المرة الأخيرة الاثنين قرب ولاية ريو دي جانيرو حيث كان يمضي عطلة عند أحد أصدقائه وكان من المفترض أن يعود إلى برازيليا في التاسع من كانون الثاني يناير الأمر الذي أثار مخاوف الشرطة هو العثور على السيارة المستأجرة من قبل السفير محترقة في مدينة نوفا إغواسو وبداخلها جثة لشخص ما